السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها تصريحات مدوية من حركة النهضة استقالات بالجملة إقالات وقرارات قاسية ضد عدد من أعضاء حركة النهضة من راشد الغنوشي مباشرة فضلا وليس أمرا كان أنت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تفعل الجرس بجتوسيكم الفيديوهات القادمة القياد المجمد في حركة النهضة عمد الحمامي لأنه قرار التجميد امتاعه واتخذ راشد الغنوشي مباشرة بقرار فردي تم تجميده كنا نحكينا على الأسباب سابقا باختصار شديد توسامبل ما هو طالب راشد الغنوشي بالاستقالة ومن الشق لهو معارض لراشد الغنوشي داخل حركة النهضة اعتبر عمد الحمامي أنه رئيس الحركة راشد الغنوشي تحول إلى ديكتاتور كامل الأوصاف وانتهى سياسيا تصريه خطير جدا من شخص من قياد بيرس داخل حركة النهضة ينجم يكشفنه شنوى لقاعد ساير من كواليس في الحركة والتيار جديد هو ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي عميد الحمامي قال إن ما يحدث داخل حركة النهضة هو معركة حقيقية بين إرادة التغيير والإصلاح والانتقال بالحركة من الإسلام السياسي إلى حزب ديمقراطي مدني ينخرت فيه الجميع وبين زعيم تاريخي تحول إلى ديكتاتور رافض لتسليم السلطة ويقوم بكل الأساليب ليحافظ على سيطرته ومسكه لكل الدولين نذكر فيه سنوات مضت وكان المؤتمر الذي تم لحركة النهضة كانوا أكدوا فيه فصل الدعوي عن السياسي وقالوا إلي حركة النهضة حركة مدنية حزب مدني لا علقة لها بالدعاية أو بالإسلام السياسي اليوم عماد الحمامي يؤكد ما كانوا أطراف معارضة لحركة النهضة تنطق به الحركة لم تتخلى عن جنيبها الدعوي والإسلامي اليوم عماد الحمامي يقول اللي فم تيار إصلاحي داخل حركة النهضة يطالب بالفصل الدعوي عن السياسي ويطالب بالابتعاد عن الإسلام السياسي داخل حركة النهضة بمعنى أنه ما زال قائم إلى حد الآن والإتيامة الموجهة لحركة النهضة هي صحيحة يقول اللي رجل غنوشي اليوم مصر على كل القرارات مدعو القرارات الأحادية ما يسمح حتى حد رافض لتسليم السلطة لأنه اليوم المطلب الأول لرجل غنوشي هو تسليم السلطة لكن حتى المنصف المرزوقي طالبوا بالاستقالة من رئيسة البرلمان واعتبر لهذا خدمة كبيرة لتونس قيادية النهضة لكلهم يدعو فيه إلى الاستقالة من حركة النهضة في أسرع وقت ممكن وهذا يخلينا نحكي وعلى نهاية قاسية جدا لرئيس حركة النهضة رجل غنوشي من البرلمان وحتى داخل الحركة لاحظوا في الانقسام بخصوص عمد الحميمي أشاري لأنه رئيس حركة النهضة رجل غنوشي يدوس على النصوص وعلى المؤسسات وله جوقة كونها مع الزمن في السنوات الأخيرة معتبرا أن سياسة رجل غنوشي هي إقصاء الكفاءات واستهدافهم وتقريب بعض المتوسطين أو عدم أثقة منه يعني هذه الكواليس داخل حركة النهضة الزعامة أي زعيم يحس روحه زعيم وإلا أي شخص يتغطرس راهو مش من تلقاء نفسه وإنما من الأطراف اللي ديره به يقول فما جوقة ديره برشد الغنوشي جوقة قاعدة تخلي في رشد الغنوشي وتوصل فيه إلى هذا المستوى واللي بشيدفع ثمن متاعه غالي دور به ناس موالين لي اللي تشكر فيه ولتوفقه على أراءه ولكن للناس الأخرين أي صوت معارض أي صوت نيقد فإنه يلقى روحه مجمد من حركة النهضة أو يلقى روحه مدفوع إلى الاستقالة أو الإقالة من الحركة يقول عمد الحمامي أنه تجميد نشاطه داخل حركة النهضة كان بسبب مواقفه خاصة بعد توقيعه على العريضة الرفضة لرئيسة مدى الحياة صلبة حركة النهضة ولتأجيل المؤتمر على حد تعبيره شفنا برشة بيانات وبرشة عرائف في حركة النهضة تطالب باستقالة رجد الغنوشي من رئيسة الحركة تطالب أيضا بعقد المؤتمر والتسريع فيه لأن المؤتمر هذا كان من المفروض أنه يصير قبل موفى عام 2020 رجد الغنوشي في إطار التمسك بالسلطة ما حبش يعمل المؤتمر لأنه لو كان جاي يحب يعمل المؤتمر راه وعمله تعلل بعدة حجاج خاصة جائحة كورونا ولكن شفنا عدة مؤتمرات اتعاملت عابير موسي عملت مؤتمر في ذلك جائحة كورونا الاتحاد العامة تونسية لشغل عمل مؤتمر في ذلك جائحة كورونا أصلا رجد الغنوشي كان عمل مسيرة 28 فيفري عفوا أو 27 فيفري اللي فيت مسيرة في تونس العاصمة اللي حشد لها من مختلف ولاية الجمهورية واختب هو بيدو في وسطهم يعني لجائحة كورونا ولا حتى تعليت أخرى فقط هو رافض لعقد المؤتمر حركة النهضة اللي إلى الآن ما تعملش ورغم المحاولات الكبيرة امتع رجد الغنوشي انه يتواصل مع أطراف أجنبية ويضغط على الرئيس اللي قد يعني استنكار كبير داخل حتى حركة النهضة نلقى اليوم انه يبعدش كوني مثلو في فيينا في اتحاد البرلمانات الدولية هذا أمر زيدا لقاعدة معارضة حتى من داخل حركة النهضة هناك عدة قيادات يعتبروا أنه هذا البرلمان انتهى ورجد الغنوشي ما استوعبش الدرس ما استوعبش رسالة الشعب التونسي يقولوا اللي هما استوعبوا ماذا يريد الشعب التونسي انتهى هذا البرلمان نهائيا لمجال العودة لمجال المواصلة في العمل ما زلنا ما شوفناش ردة فعل رئيس الجمهورية قيسي سعيد على يعني تمثيل رجد الغنوشي من قبل زوز نواب في فيينا في النمسا ولكن خليني نقول وانه حركة النهضة يعني اضرب بها رجد الغنوشي بشكل كبير وللاشارة فانه رجد الغنوشي قرر يوم واحد سبتمبر تجميد عضوية عماد الحمامي في الحزب وحالته على لجنة النظام يعني لجنة التأديب او مجلس التأديب على خلفية معتبره الغنوشي تكرر تجاوزاته لسياسة الحركة وهذه التجاوزات حسب رجد الغنوشي هي في الحقيقة مجرد تعبير على الأرى يعني نلقاو رجد الغنوشي كيهب بتبين مثلا يسكر التعليقات هذوما الناس اللي هما يدافعوا على حرية التعبير نلقاوو وانه عماد الحمامي بمجرد انه عبر على رايو اللي هو معارض لرئيس حركة النهضة رجد الغنوشي تم تجميد عضويته في حركة النهضة اللي هو مزيل ما قدمش الاستقالة متاعه ما هوش نوي يقدم الاستقالة إلى حد الآن ولكن رجد الغنوشي حكم على نفسي بأنه هي القاسية جدا والمأساوية من ناحية انه هو يبيع تونس للخارج من ناحية انه هو يحرض على تونس يحرض في الخارج على تونس يدعو البرلمانات إلى زيارة تونس دعا مجلس الشيوخ الامريكي انه يزور تونس دعا امريكا للتدخل وضغط على قيس سعيد ام دعا قدلو بيينك حتى دخل حركة النهضة نلقاه باشا نستحب ويخرج من حركة النهضة المنصف المرزوقي دعا إلى الاستقالة من رئيسة البرلمان وهو بيدو اعتبر انه هذا البرلمان انتهى فقط اكد انه نحتاج إلى مؤسسة البرلمان ولكن دعا إلى انتخابة تشريعية سبقة لأوانها لإفراز برلمان جديد ترجمة نانسي قنقر